اللي بدأ كمان على الفور الاهلي فتح باب الحجز الالكتروني لتذاكر هذه المباراة وفقا او من خلال الحجز الالكتروني السيستم هيبدأ الساعة 12 ظهر غدا الثلاثة بكرة الساعة 12 ظهرا هيبدأ من خلال الموقع الالكتروني موقع تذكرتي حجز تذاكر هذه المباراة اللي الامن وافق على حضور عشر تلاف لها والاهلي بيشدد على انه الحصول على التذكرة يعني المشجع اللي هيحجز من خلال تذكرتي مش هياخد التذكرة الا ومعاها الفان اي دي بطاقة المشجع اذا التنصيخ الكامل بين النادي و مشروط وشركة تذكرتي وبيأكد على انه وجود الفان اي دي مع المشجع شرطة اساسي انه يستلم بطاقة المباراة ادارة النادي حددت قيمة اسعار التذاكر على نحو يرتقي لحجم المباراة الكبيرة انت تتكلموا على الاهلي والنجم الساحلي مباراة فاينال يعني ده نهائي مبكر النجم لعب قبل كده النهائي مع الاهلي اكتر من مرة فوجوده مع الاهلي دي مباراة زي سمح فيها بعشر تلاف مشجع كانت الادارة ارتأت انه الاعتماد الاساسي على الجمهور الدرجة التالتة الاهلي محتاج جمهوره ومحتاج تشجيعه ومحتاج مسندته فاتجه خمسة وستين في المية من عدد التذاكر للدرجة التالتة الاغلبية لجمهور الدرجة التالتة اللي سعرها خمسة وسبعين جنيه للتذكرة قد يبدو للبعض انه الخمسة وسبعين كتيرة قياسا على مباراة سابقة لكن مباراة سابقة اقل اهمية واقل اقبالا لكن لما يتم تخصيص اكبر عدد للدرجة التالتة لجمهور المساند للآله بقوة بيكون السعر التذكرة خمسة وسبعين جنيه خاصة ان المباراة في القاهرة كان قبل كده الآله بيراعد تخفيض لما كانت المباراة بتتلعب في برج العرب فيه اعباء كتيرة للسفر والتنقل المباراة في القاهرة الدرجة التالتة كل الانتقل فينا شوية سازة وراهيم خلينا اقولك بقية الاسعار الدرجة التالتة 75 جنيه الدرجة التانية 150 جنيه الدرجة الاولى 200 جنيه الفي اي بي المقصورة 500 جنيه الفي في اي بي بي 1000 جنيه ف75 السعر الكبيرة او العدد الاكبر من التذكرة ان شاء الله اه انا الاوان انا الاوان بقى كلنا نثبت ان الاهل قابلينا كلنا وفوق الجميع فعلا اي هي لحظة لا بد من تكاتف الجميع واولنا جماهيرنا ام هي هي ايام الجماهير هي ساعات الجماهير هي مسئولية الجمهور الان اي مفيش حاجة اسمها بقى نقعد نتكلم في حاجات فرعية خالص احنا عايزين نكرس كل جهود في المباراة دي نخرج منها باكبر قدر من المكاسب الادبية والمادية والفنية كل حاجة امه وده مش هيحصل الاذا كنا كلنا كلنا شايفين ان ده التوقيت اللي حتى لو فيه شيء من التضحية هو ده معادو امه حدش يلتفت لأي موضوع تاني خالص امه خالص امه واللي حيروح يروح عشان يشجع من الاهلي يروح من ديه واحدة الاخر ديه لا يقولك بقى اصلي والترمبطة والمش عارف ايه وقالولي انت رايح المرادي عشان تقول يا اهلي جمهورك معاك معاك فقط امه مش عشان لا تدي دروس لحد ولا ترد على حد ولا اه تبعث رسال لحد ولا الكلام ده خلينا مرة اه فعلا اه لان اه النادي اديكم شايفين اديكم شايفين على كل الاصعادة المهابرة ها اللي بيتعرض لها النادي الاهلي في كل حاجة فيعني من فضلكم يعني خل الجمهور هو السند الحقيقي اللي بيدي القوة للإدارة بيدي القوة والإلهام للفريق واللعبين وبيدي له مصطقة خلينا نعدي بكل طاقتنا بإذن الله